السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لها يوم الثلاثاء 12 تشرين ثاني نوفمبر القمر اليوم موجود في برج الحوت لغاية الساعة 6 و 25 دقيقة صباحا بتوقيت جرانتش من صباح اليوم الثلاثاء بعدها بدو ينتقل القمر لبرج الحمل ورح يظل القمر موجود في برج الحمل لغاية الساعة 6 و 58 دقيقة من صباح يوم الخميس بتوقيت جرانتش طبعا القمر الآن موجود في منزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 6 و 25 دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرانتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد وهي جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى تقليم الأظافر وقص الشعر أيضا القمر بما أنه ما زال موجود في برج الحوت لغاية ساعات الصباح معناته بظل الجانب يروح بيلعب دور مهيمن في هذا الوقت ومنشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة البعض ممكن يتهرب من المسؤولية أو من المواجهة أو من الالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين اللي بيعانوا من مشاكل في الحب بيديروا ظهورهم وبيضرفوا الدموع بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب المرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل وفي هذا الوقت يمكن للبعض أنه يبدأ علاقة حب جديدة يمكن التأمل والصلاة والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى أو شراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فنية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة ثنتين فجرا بتوقيت جرانيتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والدجميل وهو الوقت المناسب للراحة بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية والروحانية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة ستة وثلاثة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة كما أنها بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة ستة وثلاثة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش ورح ينتهي الساعة ستة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ستة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش خلاص القمر بنتقل وبيستقر في برج الحمل عشان هيك ما بعد هذا الوقت بنشعر بأن أكثر نشاط في العمل وأكثر تصميما أكثر استقلالية وممكن نبدأ بمشاريع جديدة ولكن من المرجح أن تكون أفعالنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذيرين على الطرقات أكثر أثناء الحركة أو قيادة السيارات منلاحظ أيضا أنه خلال هذا الوقت بنفقد صبرنا في التعاملات مع الآخرين مما قد يؤدي لها بعض المشاكل والحجج الغير ضرورية بنفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير عادة لما بيكون القمر موجود في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لزم الأمر لذلك وبإمكان تعديل تسريحة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل بعد الانتقال اللي رح تكون زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 7.29 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه ممكن يتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميننا للفوضى والتقلب وبرضو بتكون عندنا رغبات ممكن تأدي لخيبات أمل عاطفية لازم نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نيذي فيها الآخرين دون أن نشعر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ هذه الآوية رح تكون الساعة 10.36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية بطيئة طبعا لها تأثير ثلاث أيام ومستمرة ثلاث أيام قادمة وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين زحل هذه الزاوية دروتها اليوم الساعة 21 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج بتسبب أنها نوع من أنواع التعب والقلق والحذر والميل للكابة بتحد من خيالنا تجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وممكن تعرضنا للإرهاق اللي ممكن أنه يضر بصحتنا دوليا بتدل على انتقاد الصحف والجرائد لتراجع المردودية في القطاع الفلاحي وكذلك الصناعة الثقيلة ومؤسسات الدولة كما أنها بتشهد هذه الفترة اضطرابات واحتجاجات لتحسين أوضاع اليد العاملة في قطاع التعدين والمناجم وتحسين أوضاع المتقاعدين والشيوخ ممكن يتم الكشف عن حقائق تاريخية مغلوطة أو فساد في بعض مؤسسات دولة أو المؤسسات المالية أو الأمن الوطني بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بظل عنا اللي هي أصابع القدم القدمان الغد النخامية الغد الصنوبرية الإندورفين وهو الهرمون المسكن للآلام وهرمون الميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا الأعضاء الأكثر حساسية الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم هاي الأعضاء اللي بتصير أكثر حساسية ما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها ولكن إذا شعرنا بأي ألام إن راجع الطبيب إذا هي علاجات صغرى أو عمليات صغرى أو إجراء وقاء علاجي ما في أي مشاكل طبعا يوصى في هذا اليوم بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزايد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل لفرج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس بيبدأ الساعة 6.49 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة 6.58 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم المحدد عمره الآن 11 يوم الساعة 12 و 21 دقيقة ظهرا نبدأ باليوم الـ 12 نسبة الإضاءة نهاية اليوم بتكون 87% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 سعيد الآن بنسبة 70% ساعة الفجر سعيد بنسبة 45% ساعة العصر سعيد بنسبة 15% القمر في الحوت ورح ينتقل للحمل زي ما ذكرنا ورح يظل في الحمل اليوم 14-11 منتحس الآن بنسبة 40% ساعة الفجر منتحس بنسبة 10% ساعة الصباح منتحس بنسبة 25% ساعة الظهر سعيد بنسبة 10% أما ساعة المساء سعيد بنسبة 45% عطارد في القوس حتى يوم 26-11 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الجدي لغاية يوم 17-12 منتحس هي بنسبة 10% المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثور بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا التعب بظلم سيطر عليكم لغاية ساعات الصباح حاولوا تضبطوا عصابكم وما تتخذوا قرارات حاسمة وحاول قدر الإمكان تأجل كل الأعمال الضرورية لبعد الانتقال للقمر ساعات الصباح لعندك من ساعات الصباح تبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود وهي بداية فترة مثمرة وناجحة بتتم المصالحة بتقرب المسافات بين الأحبة وحضورك بكون مميز وبتنشط وطيرة العمل وبتتسارع الأحداث أهم شيء أنك تنظم جدول أعمالك تفادي للتقصير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتكت حاولوا أنك تنجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات الصباح من الآن وحتى ساعات الصباح بظل النشاط الاجتماعي أو نشاط ما بين الأصدقاء وممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة ولكن بتكت تمموا أعمالكم قبل الصباح لأن القمر رح يوصل لبيت المتاعب من ساعات الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم فخلال الفترة القادمة لا ترهنوا على أي نتيجة وما توقعوا على أوراق أو على عقود ذات أهمية كبيرة وحاضروا التراجع المعنوي طبعا هذا الأمر بيستمر لصباح يوم الخميس برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وتخلوا علاقاتكم مع المسؤولين جيدة وما تغمروا ما تجازفوا لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وهي فترة جيدة بتفتح أمامك أبواب للتعارف والصداقات بتبدو مطمئن البال بتظهر ليوني بتظهر ليوني وبتتكيف مع المستجدات وبيرتفع رصيدك الشعبي وبتكسب ثقة الآخرين برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بظل في نشاط بالاتصالات الخارجية أو تعامل مع أجانب أو امتحانات أو دراسة أو حتى تقارب ما بينك وبين الأحبة ولكن اللي بدي تقدم لامتحان أو مقابلة بدي يستعد بشكل جيد وانتبهوا أثناء قيادتكم للسيارات على الشوارع المفتوحة أما من ساعات الصباح حذروا موقف مفاجئ للشريك أو للزميل أو لرئيسك بالعمل ممكن يكون أمر متراكم أو تكون وشاية وبعضكم ممكن يصير عنده بعض التغييرات يثير غضبه أو يشمئزازه صحيح إنها فترة جيدة للأشخاص اللي بدهم يبحث عن عمل أو تعزيز العلاقات مع المسؤولين ولكن برضو بظل في نوع من أنواع المواجهة في العمل ممكن تزعجك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بظل الإهتمام بخصوص الأموال المشتركة أو حل قضية مالية أو ترتيب وضع مالي لغاية ساعات الصباح أهم إشي إنه تتفحصوا حساباتكم المالية المشتركة وامتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة لا تغامر ولا تجازف بهاي الفترة نهائيا ماليا أما من ساعات الصباح بتنشطوا في الاتصالات أو سفر بعيد أو ممكن تحضروا لرحلة أو تنشطوا بالمفاوضات والأبحاث هاي فترة إيجابية ومثمرة بتكثر وبتسهل حركة التواصل مع الآخرين استغل كل الفرص لإنجاح أعمالك برج العذرة بالنسبة لما وليد برج العذرة طبعا بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم من الآن وحتى ساعات الصباح خصوصا شراكات المال أو العاطفة والأعمال المشتركة برضو بيكون لها نصيب يعني أي عمل بيكون مشترك بينك وبين مجموعة ممكن تقدر تتممه ولكن بدك تحافظ على هدوء عصابك وما في داعي للإنفعال من ساعات الصباح بتنهمك في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أهم إش أنه ما تهملوا أوضاعكم الصحية أو القانونية بتكون هاي الفترة هدف سهل أنت للمشاكل الإدارية أو القانونية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان من الآن وحتى ساعات الصباح بتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا إنكم ما تبادروا لأي عمل جديد وخلوا علاقاتكم مع زملائكم جيدة وانتبهوا لصحتكم أما من ساعات الصباح وما بعد بترغبوا في تعزيز شراكاتكم طباعك حادة وهذا الشيء ممكن يثير بعض التحفظات وردات فعل سلبية عليك تجنب المشاكل قدم بعض التنازلات إذا دعت الحاجة ابحث عن التوازن والاعتدال برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتظل العاطف قوية لديكم بيتميلوا للتقارب أو التقرب من أحباكم وللتجاوب معهم وخصوصاً أحد الوالدين أو أحد الأبناء أو أحد الأحبة الأجواء جيدة وداعمة بشكل قوي لعلك ولكن ما تبالغ بالحضوظ لأن الحظ ما بيدعبك أما من ساعات الصباح بتكنتبغوا لصحتكم بتلازمك الواجبات منذ ساعات الصباح الباكر وبترافقك مشاعر مختلفة معظمها قلق نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير وما تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الأحبة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بتكون تتجنبوا ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم من الآن وحتى ساعات الصباح لأن القمر بظل موجود في بيت البيت والعائلة فممكن يكون في بعض العطال أو الاهتمامات العائلية أو المنزلية أو يصير في حدث طارق يتعلق بأحد الأمرين من ساعات الصباح بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم هذا اليوم بيقدم لك فرصة مناسبة لمصالحة أو لتسوية أو برضو للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة ثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور بتكون ممتازة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بظل في نشاط والاتصالات والمواصلات وبرضو بالحوار والنقاش ولكن اللي بدي تقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد وانتبهوا أثناء حركتكم أو قيادتكم للسيارات من ساعات الصباح بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية شوي مزاجكم بيكون عدواني بسبب مزاجكم أو خلاف أو صوت فاهم عليكم الحذر أثناء تنقلاتكم وحواراتكم ممكن يكون في قلق حول صحة أحد أفراد العائلة أو ممكن يكون أمر يتعلق بعطل منزلي برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بدكوا تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة أو ما تبالغوا بمصاريفكم خففوا من النفقات ما تغامر ماليا نهائيا صحيح أنه بظل في فرص لبعض المكاسب المالية أو حل قضايا مالية ولكن في نوع من أنواع علامة الاستفهام على الوضع المالي فعشان هيك ما فيه داعي للمجازفات من ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات من المحتمل أنه يعاني البعض منكم من بعض المشاكل من نزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو الزوج لأسباب بتعود للوضع المالي كما أنه عليك تجنب التبذير برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح أنتم نشيطون مع هيك حاول أنكم ما تبادروا لأي عمل جديد وأصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل لأن الطاقة ما زالت جيدة ولكن ممكن شوي يكون في عندكم بعض الوسواس أو القلق أو الارتباك أو الشكوك في أمر ما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ممكن يكون مزاجك سيء أو تكون قليل الصبر وهذا شيء ممكن يسبب لك نزاعات مع محيطك اليوم بيحمل لك فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر